بعد إعلانه رسمياً قبل عدة أشهر اللجوء إلى خيار المعارضة كشف زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم عن توجه لتشكيل جبهة معارضة واسعة والعمل على تشكيل حكومة ظل بهدف تعديل مسار حكومة عادل عبد المهدي لكنه لم يستبعد فرضية سحب الثقة عنها داخل البرلمان اليوم هناك حراك كبير في داخل المعارضة داخل الحكمة وانتهينا من كثير من الملفات في تشكيل حكومة الظل وحكومة الظل ستكون جاهزة إذا ما كان هناك بديل ناجع طبعاً وستكون المساحة متاحة لكل الشركاء السياسيين الذين يؤمنون بمنهج المعارضة رغم انتقاد تحالف سائرون لأداء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في التعامل مع بعض الملفات إلا أنه يرفض أي محاولات لإسقاط حكومته في الوقت الراهن قسم غير قليل من الكتل السياسية بشكل أو بآخر هي راضية عن إداء السيد عادل عبد الميدي وإمكانية الإطاحة بداخل مجلس النواب أعتقد غير واردة في الوقت الحاضر على العموم يعتقد المراقبون هنا بأن معظم القوى السياسية التي انضمت إلى قائمة المنتقدين للحكومة لا تنوي إسقاطها وإنما تمارس المزيد من الضغط للظفر بحصة وازنة من بين 65 ألف درجة وظيفية في مختلف وزارات الدولة والتي يستأثر بها تحالفي الفتح وسائرون تحذيرات الصدر الأخوية وقيادة الحكيم جبهة معارضة لحكومة عبد المهدي تشير إلى عدم رضى اثنين من أهم الشركاء السياسيين داخل البيت الشيعي عن أدائها حدث هذا والحكومة لم تكمل إلى الآن العام الأول من عمرها من بغداد منتظر رشيد العربية